معنا من بغداد مباشرة جاسم محمد جعفر عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني أستاذ جاسم أهلا بك ضيف الحصاد الإخباري بداية هناك دعوات كثيرة الآن ترد من حكومة الإقليم لبدء حوار جديد خصوصا مع ترحيبها بقرار المحكمة الاتحادية بشأن الاستفتاء إذن لماذا لم ترد بغداد حتى الآن على تلك المقترحات بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لكما وللمشاهدين الكرام نعم بيان حكومة الإقليم اليوم كان خطوة للتصحيح وخطوة إلى الأمام وخطوة قابل للتفاوض بجر الخطوات الأخرى والتوافقات الأخرى الأقليم باحترامه لا يكفي لابد أن يكون هناك إقرار بقرار المحكمة الاتحادية وهناك قضايا أخرى لا يزال اليوم السيد الرئيس بزراء يتحدث لابد تسليم المنافذ الحدودية بشكل كامل وكذلك المطارات والأمور الاتحادية الأخرى داخل الأقليم كإشراف الرقابة المالية الاتحادية على الصرف المالي العام في أقليم كردستان لا بد من عودة برلمان الأقليم إلى الاجتماعات بعضويتها الكاملة لا يجوز لحزب واحد طرد رئيس البرلمان من مقامه وأعضاء أخرى من البرلمان كذلك لا يجوز طرد وزراء من التغيير في داخل حكومة الأقليم لا بد عودة كل هؤلاء حتى يكتمل أو حتى تكتمل الحكومة ويكتمل البرلمان لا بد من تشكيل وفد كامل من كل الأحزاب والحركات والفصائل الموجودة في برلمان الأقليم حتى يتفاوض أو تتفاوض الحكومة مع كل الكرد وليس حزبا واحدا نعم طيب إذن بغداد يعني هل تغلق الحوار أمام الأقليم بشرط إلغاء نتائج السفتة أولا وطبعا الجميع يعلم أن الكرد عدوه شرطا تعجيزيا برأي كده ما البديل هل هناك يعني ربما تنازل بعض الشيء بصراحة الذي لا يؤمن بقرار المحكمة الاتحادية ويعتبرها تعجيزي هذا معرض يريد يتهرب ويتملص عن الدستور وعن تبعات الدستور أتمنى للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يريد أن يتفاوض بوحده بعيدا عن الأحزاب والحركات الأخرى أن يتنازل من أنانيته وينفتح للشعب الكردي ويفكر بالجماهير الكردية والأرزاق والكثير من القضايا الآن معطلة في أقليب كردستان لا بد أن يقر بما أقره المحكمة الاتحادية وهي محكمة عراقية غير قابل بصراحة للطعن كذلك قضايا أخرى لم يكتفي فقط في قضية الطعن لا يمكن التفاوض مع حزب الديمقراطي الكردستاني بعيدا عن التغيير والجماعة الإسلامية الذين وقفوا مع الحكومة الاتحادية في قضية رفض الاستفتاء ليس من العدل والإحسان على أن نتفاوض مع حزب الديمقراطي الكردستاني بعيدا ممن وقفت مع الحكومة العراقية طيب بشأن حصة الإقليم في موازنة العام المقبل يعني بعض الأطراف منها الجماعات الإسلامية التي ذكرتها تؤكد على الحفاظ على النسبة البالغة 17% هل سيتم الحفاظ على هذه النسبة؟ لا بصراحة لأن أولا هناك محافظات مدمرة هناك حاجة كبيرة للأموال لعودة البناء التحتية في الأنبار وفي نينوى وفي صلاح الدين ومناطق واسعة من العراق ليس من العدالة أن أعطي للمحافظات الثلاثة أكثر من حقها نعم لا بد أن أعطي الحق ولكن الحق كم يكون؟ 12، 13، 14، إن شاء الله 17 لا بد أن أعطي الحق وليس أكثر من الحق ليس من المعقول أن نأخذ من نفط البصرة وهي تعيش بماء مالح ونعطي للآخرين لأنه الشخص الفلاني أهدى وتبرع بـ 4% في 2005 أو 2006 هذه المسالة تصور أنتهى لا بد أن نذب للعدالة والعدالة بحسب النفوس لكل محافظة نعم سؤال أخير أستاذ جاسم يعني بشأن موضوع مختلف عن الحوار مع قليم كردستان مجلس الوزراء اليوم ينفي تخفيض رواتب الموظفين بنسبة 20% في ميزانية العام المقبل يعني عدما سرح من قبل بعض النواب بخصوص قطع هذه الرواتب يعني بالإشاعات لماذا البرلمانيين اليوم دائما يصرحون ما لم يفعله مجلس الوزراء برأيك بصراحة هذا ضمن الكتل السياسية عندما يسمعون أصوات مضادة لكتلة معينة كيف يجبرها بشائعة معينة وبالتالي هذه الشائعة كأنه متوجهة إلى الحكومة وإلا 20% مبلغ كلش كبير يا موظفي يمكن أن يتحمل 20% من قطع راتبة هل سأقول 1% 2% إحنا السنة الفاتة 3.8 كان ثقل على الموظفين وكيف إذا صار 20% هذا كذب وبهتان وافتراء ليس له واقع ولا يمكن أن يكون له واقع طب ما يتحاسب البرلمانيين ما يتحاسبون من قبل رئيس البرلمان أعضاء المجلس بها كذا تصريحات يعني توزع المواطني يعني هناك لجنة هناك لجنة لمحاسبة تصريحات البرلمانيين ولكن هذه اللجنة لم تتوفق في كثير من القضايا نحن صارنا أكثر من ثلاث سنوات نريد أن نحاسب الغائب من أعضاء مجلس النواب وجنابك يعلم بأنه دائما حدود 100 غائبين أين هؤلاء وكيف رواتبهم وأين عملهم هذه من الطبيعة لا بد محاسبتهم ولكن لحد هذه اللحظة لم نتبكى من محاسبتهم وقص على ذلك القضايا الأخرى نعم إذن جاسم محمد جعفر عضو مجلس النواب طبعا التحالف الوطني كنت معنا مباشرة من بغداد شكرا جزيلا لك